موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة تابعونا تشاهدون في هذه الحلقة الصحفيون في اليمن واقع لا يسر الناظرين أحياء عدنية تكتب تاريخ المدينة شكيب راجح من حلبة المصارعة إلى فضاء الصحافة نبقى الآن مع جولة إخبارية نتلمس فيها أهم الأخبار والأحداث خلال الأسبوع أشهد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الربو غانم المحولي بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق تنمية المهارات في تنفيذ برامج وأنشطة تساهم في دعم الطاقات الشبابية والمهارات المبدعة في المحافظات اليمنية نائب الوزير وخلال لقائه المدير التنفيذي للصندوق أكد على أهمية تنظيم البرامج التدريبية من الصندوق للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بالشكل المطلوب وتحسين موارد الصندوق لتعزيز قدرات المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص لطالما كانت الصحافة مرآة صادقة للتعبير عن حقوق الناس السلطة الرابعة بين الإعلام المهني والإعلام الموجه البعيد عن الواقع قضيتنا لهذه الحلقة واقع لا يسر الناظرين هكذا يبدو حال الصحفيين اليمنيين في ظل استمرار الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع ولا بوادر لانفراج هذه الأزمة التي تعد الأطول والأسوأ في تاريخ البلد المدمي بالصراعات والحروب وضع الصحفي في اليمن مرتبط إرتباط كبير بالظروف الحالية التي يمر فيها اليمن هناك حالة من الحرب وهذه الحالة انعكست بشكل سلبي على واقع الصحفة الكثير من دور الإعلام تعرضت لمضائقات كثيرة هناك مطابع الحرقات ومستصر فيها هقرة سواء في صنعان سواء في تعز سواء في عدن الكل استفشر خير بتحرير عدن وقال بأنه بيكون هناك أطار كبيرة للإعلام وساحة كبيرة بأن يقوم بعمل مهم التوضع الإعلامية بتوصيل رسالتنا شرح معاناتهم والحرية بشكل أكبر لكن مع الأسف استضمنا بواقع مرير وواقع مؤلم بأننا غير قادرين على أن نؤدي رسالتنا بالشكل الصحيح وهذا يعود بدرجة أساسية إلى غياب الوضع الأمني يدفع الصحفيين كغيرهم من اليمنيين فاتورة الحرب وتعمل ما تبقى من مؤسسات إعلامية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تنعدم فيها الحريات الصحفية أو تكاد نتيجة لتعدد أطراف الصراع وانعدام الأمن وضع الحريات الصحفية تعيش حال أزمة مركبة لا سيما في المناطق المحررة نحن هنا في المناطق المحررة الدولة أنهارت بشكل كامل وكان الناس يأملوا بأن القوى القديدة التي صعدت بعد 2015 تعمل على بناء مؤسسات الدولة وتهيئة مناخ صحي للعمل الإعلامي والصحفي في عدن باعتبارها أصبحت عاصمة اليمن ولكن هذا لم يحصل أسف الشديد بسبب الاستقطابات الحادة من قبل القوى المختلفة في المدينة وأيضا بسبب تشضي الجهاز الأمني والأسكري في عدن الأمر الذي خلق حالة من الفوضى المركبة في المدينة العكس ذلك سلبا على الحريات الصحفية والإعلامية وضع صحفي صعب للغاية في اليمن بشكل عام والسبب في المقام الأول هو حالة الحرب وانتشار الميليشيات المسلحة قنوبا وشمالا شخصيا أعتقد أن الوضع العام للصحفة في اليمن وضع سيء لخلاف على هذا وهذا السوق هو مرتبط لانتشار مسلحين غياب الدولة وتزايد حالات الانتهاك بسبب العدام الأمن في غالبية المحافظات اليمنية بأكثر من مواقع بالتواصل الاجتماعي تتداول أخبار اختطاف إعلامي، قاتل إعلامي، منع إعلامي من ما مزاولت مهامه وهذا الشيء سبب لنا المخاوط خاصة وإنكامة من العنصر النسائي قد يكون هذا للرقال في وضع معين لا بأس به لكن بالنسبة لنا كعنصر نسائي نقطة صعوبة كبيرة أولا من ناحية الوضع الأمني، من ناحية المجتمع من ناحية تحركاتنا في هذه الأوضاع الأمنية الصعبة 28 صحفيا قتلوا خلال فترة الحرب الممتدة منذ مارس آذار 2015 وحتى اليوم فيما الأغلبية يواجهون ظروفا معيشية صعبة بفعل الحرب التي امتدت آثارها إلى المؤسسات الإعلامية وضع الصحافة غير جيد هنا في عدن الكثير من الانتهاكات تعرض لها المؤسسات الإعلامية وصحفية نحن في عدن غير تعرضنا لأكثر من الانتهاك إذا عاد من در عدن صحيفة أخبار اليوم قائمة طويلة من الصحفيين هجروا إلى خارج البلاد بسبب انعدام الأمن في عدن مثلا أو في مارب أو في تعز أو في حضر موت في حضر موت تم اعتقال صحفيين وزق به في السجون لذلك نستطيع أن نقول أن الوضع الأمني في المناطق المحررة ليس أبطل حالاً من المناطق التي تسيطر عليها المنشات والحل أجمالاً هو عودة الدولة عودة الدولة، عودة القوانين، عودة الأمن، احترام الصحافة وحرية المعلومة وهذا هو الأساس لأن الدولة تعود الجهزة الأمنية في عدن تعاني من خلل كبير جداً لا توجد خبرة أمنية حقيقية في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين أصبحوا ينظروا الإعلاميين باعتبارهم عدو محتمل بالإمكان تطلق عليهم تهم الإرهاب وغيره لإعتقالهم وتصفيتهم هذا يعود إلى عدم وجود خبرة كافية لدى الجهزة الأمنية عدم وجود مرجعية أمنية حقيقية يلقى إليها الصحفيون في حال تعرضهم لمضايقات أيضاً التحالف العربية تحمل مسؤولية كبيرة جداً في هذا الوضع الهش الملتبس في عاصمة عدن وأعتقد أن الإعلام كان هو هدف رئيسي أيضاً للقوى الإقليمية التي نهضت الربيع العربي لا نستطيع أن نقوم برسالتنا بشكل صحيح لا نستطيع أن نتكلم بالشكل الصحيح الحرية غابت أي شخص يقوم بكتابة رأي في مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة الفيسبوك إما أن تهكر صفحته وإما أن يتم اقتياده إلى تحقيق أو الجهات أمنية للاعتراف أن تتبع من ولماذا تكتب هذه المعلومات هذا كل شيء تسبب لنا حالة من اللعنة والحرية لم تعود الحرية كما كانت ونحن نطالب أولاً وآخراً الجهات الأمنية والجهات الحكومية المسؤولة في البلاد أن توفل لنا هذه الأطارة وهذه المساحة الكافية حتى نستطيع من تأدية رسالتنا بالشكل الصحيح نقابة الصحفيين في عدن هي الأخرى شاهدة على بشاعة الحرب فقد انتدت إليها آياد العابتين ونهبت كل ممتلكاتها فحالها اليوم لا يختلف كثيراً عن منتسبيها وأداؤها يبدو مغيباً وضعيفاً رحب الأستاذ محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين في عدن أهلاً ومرحباً بك اليوم معنا في هذا اللقاء بدايةً أستاذ محمود لو تحدثنا عن وضع النقابة اليوم ووضع مقرها في عدن بسم الله الرحمن الرحيم أولاً باسمي وباسم الهيئة الإدارية للنقابة الصحفيين ليمنيين فرع محافظة عدن يسعدنا حضوركم إلى مقر النقابة وهي القناة الثانية التي زارتنا بعد أن تم استعادة مقر النقابة بعد أن تم اقتحامها أثناء الحرب من قبل مجموعة من المسلحين من المسلحين وبفضل توقيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عويد بن دغر ومتابعة من قبلنا بصفة رئيس نقابة الصحفيين اليمنين ومحافظة عدن والعديد من الزملاء مع القهات الأمنية في المحافظة ممثلة بمدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع الذي أسهم كثير جدا في استعادة مقر نقابة الصحفيين وتسلمنا المقر أثناء حملة حملة إخراج المقتحمين للمساكن والبناء العشوائي الذي شهدتها المحافظة قبل حوالي ثمانية أشهر وأكثر وبدأنا نحافظ على مقرنا من خلال إعادة سور المقر الذي تكسر أثناء الحملة أثناء الحملة لمسبة المقتنيات الداخلية هل هناك أشياء فقدات أو أشياء نهبات؟ حقيقة الأرشيف الصحفي كله نهب أجهزة كمبيوتر ومطابع وأدوات التلفزيون ومكتبية كلها نهبت والذين نهبوها هم معارف وهم الأشخاص الذين استولوا على المقر بعد تحرير عدن مباشرة هل هناك أمال في استرجاع هذه الملفات والوثائق؟ لا أعتقد لأننا لا نعرف أين أخذوها أو رمو بها فلم نقدم هناك معنا ألبومات خاصة بصور الصحفيين والصحفيات الزملاء هو هذا ما يغلغنا أن تستخدم هذه الصور في أغراض أخرى ويعني لا سماح الله وقدرنا نحن نحن نبحثنا عنها حاولنا ويعني القلوس مع عدد من الأشخاص الذين كانوا مقتحمين للمكان وقلنا لهم عرضنا عليهم بعض المبالغ من أجل استعادة هذه الأشياء لكنهم كلهم منكروا أننا لا أخذوش أي شيء وإلى آخر وما نقدرش نلزم يعني نؤكد بأنهم أخذوها أو غيرهم من المواطنين الآخرين نعم في ظل الفوضى من الصعب أن نلزم المرأة من الآخر الحرب مع الفوضى ومع كل ما تم من نهب المؤسسات والمرافق الحكومية داخل المحافظة أثناء التحرير النقابة يعني أخذت نصيبها من هذا اليوم أستاذ محمود كيف تقيمون وضع الإعلام والمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها حقيقة وضع الإعلام لا يسر ليس بهذاك الوضع الذي الواحد يأمل فيه بأن يكون إعلام موجه يحافظ على السلم الاجتماعي يحافظ على قيم التعايش قيم التعايش التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ما نلاحظه أن كثير من زملاء الصحفيين والإعلاميين الآن البعض منهم أو إن صح التعبير البعض منهم يتمنطق بمنطق القبيلة بمنطقة المناطقية بمنطقة التلميع لأشخاص وهذا هو الذي الآن يضر البلد يضر المحافظات الجنوبية بشكل خاص ويضر الوطن بشكل عام كيف تحكمون على حرية الصحافة كذلك؟ هناك كثير من زملائنا الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الآن لم يعملوا منذ الحرب منذ بداية الحرب إلى حد الآن قلوس داخل البيوت المؤسسات الإعلامية لم تأقض بدورها ولم تقوم بالشكل الصحيح لدينا مباني لدينا مؤسسات إعلامية موجودة مبانيها موجودة اللهم أنها هي بحاجة إلى بعض الأشياء السريعة ترميمات وإلى آخر وبعض الأجهزة والمعدات والصحفيين موجودين البعض منهم من أصيب بالإحباط والبعض منهم من توفى بسبب الإحباط وال والوضع السيء والوضع السيء وإلى آخر لا يوجد حركة عمل لا يوجد ناس متعودين على الحركة على العمل على الشغل إلى آخر فجأة تجلس داخل البيت لا يسأل عنه لا يسأل عنك لا يقلقك لا يقلقك لا يقلقك وإلى آخر وتشوف أن المركزين للعمل وبالذات في المؤسسات الإعلامية الرسمية على مجاميع وأشخاص معينة والغالبية يعني قالسة في البيت ليس لأنهم لا يريدوا أن يعملوا ولكن لا توجد في مؤسساتهم وسائل للعمل وسائل للعمل وهنا أقول لك أنها تتحمل وزارة الإعلام وغيادات وزارة الإعلام المسؤولية الكبيرة في عدم إعادة المؤسسات الإعلامية إلى عدن للعمل فيها قد يكون لديهم مبررات ولكن نحن نقول في نقابة الصحفيين وأنا كأحد موظفي وكالة الأنبال الأمنية سبب عدن أقول بأن لا توجد أي مبررات الكل يفترض أن يعمل كلنا بأن نعمل والناس كلها بأن نعمل لا خوف لا خوف الذي يريد يعمل يشتغل يجب أن لا يخاف نعم اليوم أستاذ محمود هناك خطاب عداء متنامي ضد الصحفيين والإعلامين بشكل عام في رأيكم ما هي أسباب هذا الخطاب الذي هو يعني يساعد على العنف ضد الصحفيين وكذلك خطاب العنف من الصحفيين أنفسهم إذا أنتم هناك في سببين السبب الأول أولا أن العديد من الصحفيين يعني تمنطقوا بما بما تمنطقوا باللا منطقية باللا منطقية يعني أن حازوا وتركوا المهنة تركوا أخلاقيات المهنة واتقهوا إلى اتقاه في تناولاتهم بحسب المادة الظروف المادية لما تستغل نحن الصحفيين ظروفنا صعبة جدا ماديا يعني لنا لا غبار عنها صحفي يعمل موظف في مؤسسة من المؤسسات الإعلامية براتب يعني إذا كان خريق قسم الإعلام جامعة عدن لا يتقاوز راتب الأربعين ألف ريال القندي الآن راتب ستين ألف ريال أفضل من هذا الصحفي الذي حامل الشهادة وكل شيء إلى آخر هذا القندي الذي هو يعني لا عنده غير تانوية عامة وبعضهم أميين وإلى آخر راتبهم أفضل فكثير من الناس تستغل مثل هذه والصحفي بطبيعة الحال يعني هو بشر هو بشر لكن أنا برضو كنقابة لا أوافق هذا الرأي ولا أقول أن هذا الرأي صحيح في عندنا أخلاقيات أخلاقيات المهنة أخلاقيات العمل الصحفي أدبيات في عندنا نحن تعلمناها تعلمنا كيف نتناول مواضعنا الصحفية وموادنا الصحفية بكل حيادية بكل مصداقية بدون إنحياز لأي شخص حتى وإن أغرانا بالمادة وإلى آخر وكل شيء إلى آخر أو استغل ظروفي أننا لنحزم الآن ما يحدث داخل داخل عندنا في مؤسسات الصحفية والإعلامية وحتى في بعض الصحف الأهلية وبعض المواقع الأخبارية التي لا يوجد لها أي قانون يعني شيء مخيف جدا يعني فيها اصطفاف مناطقي قابلي فيها بعض الأحيان تناولات دعوة إلى العنف يعني دعوة إلى تهديد السلم الاجتماعي للمجتمع داخل محاف داخل العاصمة عدن أو حتى في على مستوى اليمن بشكل عام يعني نحن كصحفيون يفترض أن نبتعد عن هذه الأثناء ممارسة العمل عن هذه المصطلحات والتناولات التي تدعي إلى العنف تدعي إلى التحريض على حزب فلان على منطقة فلانة لكن للأسف نحن نجدها هذه موجودة موجودة كثيرة وفي بعض الأحيان أرباب العمل هم يفرضوا على الصحفي أو هم يدخلوا في عمل الصحفي وينشروا مواد هل هناك مثاق شرف إعلامي يسير عليه الصحفيين في اليمن؟ في النقابة موجود مثل عمل مثل شرف لكن لم يقر من الجمعية العمومية والسبب لأن تشكيلة وتركيبة نقابة الصحفيين أثناء مؤتمراتها هي تركيبة حزبية وهذا هو الذي أضر النقابة بشكل كبير جدا التقاسم الحزبي في النقابة أضر بالنقابة كثير جدا ولم يجعل النقابة فاعلة لديها مصداقية في التعامل معها كثير من القضايا ميثاق الشرف رفض في أكثر من مؤتمرات النقابة والسبب بأن كثير من قيادات النقابة هم مسؤولين على المؤسسات الإعلامية والمرافق الإعلامية ومن بيدي أن يقر هذا الميثاق؟ هل مثلاً مزارة الإعلام بيديها إقرار هذا الميثاق؟ لا، الميثاق الشرف هو حق من حقوق الصحفيين النقابة هي الوحيدة المخولة لإقرار ميثاق شرف بين الصحفيين بين الصحفيين الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي تتكون منها النقابة الصحفيين من أكثر من ألف وخمسمائة صحفي وصحفية هم المخولون في إقرار ميثاق الشرف غيرها لا يحق لأننا نحن نقابة مستقلة نقابة جماهيرية لا نتبع أي حزب بين الأحزاب ولا نتبع أي لا السلطة ولا الدولة وإلى آخر لا ينظمنا قانون المؤسسات والقماهيرية الذي في إطارها شكلت المنظمات المجتمع المدني والذي منها يعتبر النقابة الصحفيين أحد فروع منظمات المجتمع المدني نعم اليوم ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في النقابة تحديات كثيرة جدا في النقابة أولا أبرزها أننا كيف نعيد لم شمل الصحفيين نحن نطرح على أخواننا في مجلس النقابة وعبركم عبر قناة بلقيس دعوة إلى قيادة النقابة مجلس النقابة بأن ينتقلوا إلينا إلى عدن موجود مقر نقابة بكامل يتبع النقابة الصحفيين ويفترض علينا أن نعمل من داخل عدن طالما مقر النقابة مغلق ومسيطرين عليه الإنقلابيين في صنعة لا يمانع أن ينتقل عمل النقابة إلى عدن ومن هنا يبدأ لم شمل الصحفيين والبحث عن مخارج وحلول كثير من الغضايا الصحفيين الصحفيون عندنا هم بحاجة الآن إلى تقديد بطايق العضوية البحث عن بطايق اتحاد الدولي للصحفيين البحث عن بطايق الاتحاد الصحفيين العرب نحن في عدن غير مخولين بأننا نصرف بطايق هذه من صلاحيات مجلس النقابة لهذا أنا عبركم أوجه هذا الدعوة والمقترح وأقدمها لهم ذكرت أستاذ محمود بأنكم كنقابة صحيح أنكم تقدرون ظروف الصحفيين المادية وأن الصحفي ليس بردود دخل كبير ومادي كبير ولكن أيضا قلتم بأن يجب على الصحفي الالتزام بأخلاقيات المهنة في المقابل ما هو دور النقابة في حماية الصحفيين في حال حدث لصحفيين ما أي مشاكل أو أي تداعيات أو تهديدات لأنه قد سار ضمن الأخلاق الإعلامية والمهنية إذا قينا إلى دور النقابة يفترض على النقابة أن تلعب دور كبير جدا لكن في ظل هذه الظروف في ظل هذا الوضع ونحن في وضع حرب في وضع حرب كثير من قيادات النقابة غير موجودة الذي موجودين داخل الصنعاء هو النقيب نقيب الصحفيين اليمنيين وأمين عام النقابة لكنهم مكبلين إذا فتحوا النقابة وأرادوا أن يعملوا ويشتغلوا ويدافعوا إلى آخر وممكن يتعرضوا إلى كثير من الممارسات من قبل الإنقلابيين عدن في عندنا مساحة مساحة من الدفاع عن زملائنا ولكن في ظل هذا الوضع نحن يعني على ما يطبق علينا المثل العين العين بصيرة واليد قصيرة واليد قصيرة هذا المثل ينطبق على عدن بحكم أنه لا توجد إمكانيات نحن داخل عدن أضعف الإيمان الذي ممكن نعمله ونقدمه للصحفيين إذا تعرض لأي شيء بأننا نتواصل معه نشوف أي مشكلته نعمل بيان نقري اتصالاتنا بالجهات التي قامت في حالة لم تستقبل نعمل بيان يعني نعم نندد بهذا ننشر في الصحف والمواقع خضية زميلنا وإلها كنا في السابق عندما كانت الأوضاع كويسة النقابة ممكن أن يعني تعمل محامي يدافع عن هذا الصحفي الذي يتعرض أو يحضر قلسات المحاكمة حق الصحفي أو حتى في البحث إذا مثلا أخذ إلى البحث الجناعي وإلى آخر ضروري عضو النقابة يروح ما هي نسبة الجناية التي يرتكبها الصحفي إزاء المجتمع في حال مثلا حدث التجاوزات وهو أصلا لا ينتلك سوى القلم يعني هل لن تكون جناية بسلاح أو بمسدس أو يعني هو حتى إن غير فهو لن يغير سوى بالقلم القلم أفضل من السلاح قلم الصحفي سلاح بحد ذاته فأما على الصحفي أن يستخدم هذا السلاح حقه لصالح المجتمع ولصالح الوطن ليضمن أول مرة يضمن نفسه ويؤمن نفسه أو يستخدمه يعني بالعكس ويضر نفسه وهنا هو الصحفي الذي يعني يتحمل مسؤوليته لأن أنا عندي قلمي قلمي يجب أن أسخره لشيء أسخره لقول الحقيقة تكون عندي أدلة بيدي أنشرها لكن أما أنا أسخر قلمي لأن فلان طلب مني أنا أكتب على فلان أو أن أنا أشتم أشتم لأن أنا أنا من حزب كذا ضد كذا أو لأن أنا أنا من أبيا وهذاك من الضالع أو هذا اشتراكي وهذا إصلاحي أيوة يعني يتحمل مسؤوليته الصحفي نحن نقول لزملائنا الصحفيين تقنبوا هذا الأشياء ليس معنا أن الصحفي أن أنا 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 حزبي ولكن أطرح في مارسكي للمهنة الصحافة أطرح انتماءات الحزبية والقبلية والمناطقية على جنب وأتعامل في كتاباتي مع وازعي الديني والأخلاقي والمهني إذا توفرت فيه هذه القانب بيكون يعني قلمي هو لصالح المجتمع ضد الفساد قلب الناء وليس بالضبط النقد والرسالتي بتكون هي الرسالة الصحيحة المعبرة أستاذ محمود لو تعلمون ما هي أبرز وأهم أخلاقيات المهنة التي يجب أن يسير عليها الصحفيين والإعلاميين في كافة المؤسسات الإعلامية هم عارفين هم درسوها كلهم لكن ينسوها أو يتنسوها أكثر أكثر الصحفيين هم خريجين كلية الجامعة جامعة عدن أو جامعة صنعاء وفيها أقسام وفيها كليات للصحافة وهم درسوا وهذه هي ضمن أولويات يعني تعليمهم أخلاقيات المهنة كيف يتعلمها فمش معقول يعني أنه ينساها لكن هناك البعض يتناساها لمصالح أو أن أحد يملي عليه نحن نقول لهم لا تتنسوا هذا هذه أخلاقيات المهنة هي موجودة هي ضمن مواثيق دولية متعارف عليها فيقبل التزام بها أخلاقيات المهنة هي مقرة في مواثيق دولية فعلى الصحافة أن يحترم هذه الأخلاقيات المهنة وأن لا تكون المادة هي الأهم هي الأهم له وتقشي على عيون الحقيقة نعم نعم أستاذ محمول كيف يمكن أن نصل في بلدنا إلى إعلام مثالي إعلام يبني المجتمع ولا يهدف فيه هنا يفترض أول مرة إعادة النظر في قانون الصحافة المقر من الدولة بما يتواكب والظروف الحالية التي طرأت على البلد بشكل عام إذا تعدل قانون الصحافة وما كان فيه مواد مسلطة على رقاب الصحفيين والكتاب والإعلاميين سنجد قانون صحافة يحترم أنا أقول لك بأنهم لا يعطون الحرية هي حرية الصحافة أو حرية التعبير حتى داخل الدولة المتقدمة داخل أمريكا داخل بريطانيا لها حدود وعلى الصحفي أن يعرف هذا الكلام ويعيه نحن أخذنا دورات من خبراء يشتغلوا في صحف أمريكية وبريطانية كبيرة جدا يعني لما يشرحوا لك يقولوا لك أن أنتم تعتقدون أن عندنا حرية الصحافة داخل أمريكا وبريطانيا نرى داخل لها سقف لا تتقاوزوها والدليل على ذلك الرئيس ترامب لما طرد الصحفي وهو سأله سؤال طرده من داخل المؤتمر الصحفي حقه قال لأخرج برع أستاذ محمود اليوم كيف نتعامل النقابة مع طلبات الانتسابة الجديدة لعضوية النقابة نقابة الصحفين بعدد؟ هذه هي مشكلتنا مشكلة كبيرة جدا 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 مشكلة قديمة جديدة في النقابة إذا كان هناك مشكلة في تجديد القطاع نحنا في المحافظات القنوبية نعاني منها كثير جدا وخاصة في عدن لدينا طلبات كثيرة جدا من زملاء رفعت إلى المركز الرئيسي في صنعام مجلس النقابة ولكن لأن عدم تواجد لقنة القيد التي هي مشؤولة عن فحص هذه عدم تواجدها أو نتيجة للمواحكات السياسية بينهم أدت إلى تجميد النظر في كثير من طلبات العضوية جاءت الحرب وزيدت زادت الأمر سوء وإلى آخر الآن نحن أنا كان هدفي من خلال الدعو الذي وقهتها لمجلس النقابة عبركم بأنه يأتي إلى عدن للعمل من عدن يكون من ضمن إطار عملنا داخل عدن هو النظر في طلبات عضوية الناس وتجديد البطاقة وهذا مهم جدا هل تهتم النقابة بالنقابة من الصحفيين المنضمين المتسبين إليها وكذا الصحفيين غير المنتسبين إليها أيضا؟ بالضغط نحن حتى الصحفيين الغير المنتسبين إلزاماً علينا إخلاقياً وأدبياً أن ندافع عليهم في النقابة مش بالشرط أنه يكون عضو نقابة وأننا أدافع عليه فقط لكن هذا صحفي مش عضو نقابة أتخلى عنه لا هذا غير صحيح أدبيات نقابة الصحفيين تقول تدافع عن كل صحفي وإعلامي سواء كان عضو أو غير عضو منتسب النقابة أو غير منتسب عليك أن تدافع عليك ختاماً أستاذ محمود رسالة أخيرة تقدمونها من خلال هذا اللقاء أنا أتمنى يعني عبركم أن تعيد وزارة الإعلام والحكومة النظر في مسألة ضرورة تفعيل مؤسسات الإعلامية الرسمية داخل عاصمة عدن طالما ونحن نقول عدن بأنها عاصمة يجب أن تفعل وسائل الإعلام وكافة المؤسسات الحكومية بما فيها وسائل الإعلام من داخل عدن لأنها كفاية ثلاث سنوات وشوية وقناة عدن داخل قدة وقناة اليمن داخل السعودية والمركز الرئيسي للوكالة داخل الرياض إلى هنا كفاية يفترض الكل يعود وهناك توقيهات من الرئيس الجمهورية بأن الكل يعود يفترض أن تحترم هذه التوقيهات يعني لأن إذا عادت المؤسسات الإعلامية واشتغلت من عدن بتعود الروح للصحفيين والإعلاميين أتمنى هذا كما أتمنى من زملائنا أن لا يأخذوا المسألة أن خلاص ما فيش وسائل إعلام رسمية تعمل أننا نقلس داخل البيوت إلى آخر نحن الصحفيين يفترض أن نبحث نبحث على أي عمل في أي مكان من حقنا أن نبحث ونعمل فيها وهذه هي الرسالة لهم وأتمنى من زملائنا الصحفيين أن يلتزموا بمعايير العمل الصحفي المهني الأخلاقي حتى يجنبوا أنفسهم كثير من المشاكل التي تشهدها الصحفي أو يواجهها الصحفي بشكل عام الأستاذ محمود تابت رئيس هيئة نقابة الصحفيين فرع عدن شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء حكايتنا لهذه الحلقة هي الأحياء العدنية القديمة التي ينبعث منها عبق الحضارة وتذكرنا بزمن التعايش الجميل تابعونا بنكهتها العدنية وطبيعها المعماري العريق ما تزال أحياء مدينة كريتر تحمل مسميات قديمة ذات دلالة تاريخية تناقلتها الأجيال كجزء من تاريخ المدينة الخالدة إلى الجنوب من المدينة تقع أقدم الأحياء السكنية كحي الشريف وحي جوهر وحي القاضي التي ظلت أسماؤها محفورة في وجدان الناس رغم تعدد أنظمة الحكم وتعاقبها في مختلف المراحل تذكر المراجع التاريخية أن تسمية حي الشريف جاءت نسبة للشريف الرفاعي الذي قدم من مكة المكرمة واستقر في عدن قبل نحو قرن من الزمن واشتهر حي الشريف إلى جانب حي القاضي بتركيبة سكانية جعلت منهما أيقونة النهضة الثقافية المعاصرة التي شهدتها عدن خلال القرن الماضي فإلى جانب كونهما احتضنا طلائع العمل الحزبي قبيل الاستقلال فقد أنجبت كوكبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات الإبداعية على مستوى الوطني والإقليم كالفنان أحمد بن أحمد قاسم ويحان الراحل بدر باسنيد والأديب أحمد شريف الرفاعي وعدد من المسيطين لقد أخذت أسماء شوارع وأحياء كريتر اتجاهات وأنماط مختلفة دينية وعقائدية وحرفية ومهنية وتاريخية كتبت تاريخ عدن كمدينة حضارية حاضنة للثقافات والأعراق والأديان والأجناس المختلفة ما تبقى من مباني قديمة في هذه الأحياء ظلت محتفظة بطبيعها المعماري الفريد وإتقانها الهندسي المميز لم يخدعها بريق المدينة الحديثة ولم تنجر وراءها بل تمسكت بخصوصيتها كلوحات فنية بديعة تحكي للأجيال الحالية والقادمة عن المدينة المحتفظة بالإرث القديم طابع الحياة في هذه الأحياء تقليدي العيش يظهر بساطة ساكنها أما طابعها المعماري فله دلالات ومؤشرات على خلاصة الثقافات العديدة التي سكنت عدن منذ القدم وهي بخصوصيتها تلخص تاريخ حضارة معمارية فريدة رغم تعدد الأحياء واختلاف مسمياتها في كريتر عدن نقاسما مشتركا ظل حاضرا حتى اليوم في أغلبها تبرز سماته في روح التألف كمعيان أوحد في احترام آدمية الإنسان والقبول به كجزء من المجتمع المقيم تسمع كلام الناس 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 ايمانه بأن الصحفي قلم حر يكتب لأجل الناس وحقوقهم دفعه إلى الاستمرار في دنيا الصحافة شاكيب راجح وجه المدينة لهذه الحلقة شاكيب راجح صحفي عرفه الوسط المجتمعي في عدن أواخر ثمانينيات القرن الماضي متمسكا بأفكاره التي آمن بها ووجد في الصحافة بيئة ملائمة لخدمة الحقيقة دون تحيز بداية المشوار الصحفي كان في تسعة وثمانين في كهوة احترفت المهنة في عام 1993 أول صحيفة عملت فيها كهاوي هي صحيفة المستقبل التابعة للأستاذ محمد سعي السالم كان حينها رئيس التحرير من ثم عملت في صحيفة الأيام مع المرحوم والأستاذ عادل العسام في قسم التحقيقات عملت كامبراسي للصحيفة الثورة في عدن بعد 1994 في صحيفة الثورة وكذا عملت في عام 2000 في صحيفة الفرسان كامبراسة الأول لها في عدن عملت مراسة لصحيفة الرياضة الصادرة في صنعاء الصادرة عن مستقبل الثورة كامبراسة الأول عام 2007 عملت مراسة أول ومدير لمكتب صحيفة الأولى في عدن من حلبة المصارعة قادته قناعاته إلى الصحافة موقنا بأن في الأقلام الحرة قوة بإمكانها الانتصار للحقائق والدفاع عن حقوق المواطن المكفولة في المواثيق الدولية ومدركا دور الصحافة في استيعاب مشكلات المجتمع واستشعار معانته بإضافة إلى القانب الصحفي أنا مسؤول إعلامي للاتحادين بناء الأقسام والمصارعة وحكم الدولي في بناء الأقسام رئيس مركز عدل المصارعة الكام في نادي النصر في دار سعد نائب رئيس اللقنة الإعلامية للاتحاد العربي لبناء الأقسام ومقره في دبي الآن نائب رئيس اللقنة الإعلامية للاتحاد العربي للمصارعة ومقره في لبنان عامل شاكي براجح ما يقارب ثلاثة عقود في الصحفة الميدانية في عدة صحف محلية مندمجا في المجتمع مستقصيا همومه بعيدا عن التوجه السياسي والحزبي القانب الصحفي توسع وكبر ونشط لكن للأسف الأقلام التي ظهرت مواقبة لهذا التطور ما هيش بدك الحكم أو بدك الكم الذي مفروض تكون تواكب هذا الحرية من الصحافة فالوقت أنها أقلام للأسف الشديد أنها تكون معقورة وأقلام لا تخدم القضية ولا تخدم الوطن ولا تخدم الموطن ولا تخدم حتى نفسها يعني لأنه يوم تلاقيها غربا ويوم تلاقيها شمالا وبالتالي ليس لها وجود أو ليس لها أي نشاط يتكر لأنه حتى إذا أشرت القراء من الصحفيين تقرأ بيقول لك فلان أو علام إيش مادة صحفية قررت لمكن عقبتك مش داري لأنه أصبح حال الكتابة الآن ما هوش بدك الحال يعني أتذكر أنا في عام 1990 عملت استطلاع لصحيفة الأيام صحيفة الأيام تحت عنوان هل تصبح عدم مدينة المليون كشق حينها المرحوم صارح مصر السهيري تم توزيع تشاكل لمحافظة عدن وبكم هائل من الملفات فاستفزنا الموضوع وعمل التحقيق الصحفي تحت علموان ببعض الشكل حل تصبح عدن مدينة المليون كشق على غير المليون شهيد يعني في القزائر وحينها لحد الآن العلمون ما زال يتذكرون كثير من الناس المادة الصحفية لكن للأسف الآن ما فيش صحفي بالشكل المرموقة الذي يمكن أن تقرره يعني فعلا فيه أقلام أقلام تحترمها لحد الآن كتبت في الزمن غريب ولكن الآن تلاشت ولكن تحترمها أحترام لا زال تحترمها لأن أوجدت إعلام أوجدت رؤية وأوجدت حدف من موجود الصحافة غير بعيد عن مشكلات مجتمعه كرس شكيب راجح قلمه مؤخرا للخوض في أعماق المرافق الحيوية فكان الصحفي الوحيد المتخصص في شؤون الكهرباء ملمّا بتفاصيل الأوضاع فيها كاشفا الخبايا الخافية عن الأنظار علاقتي في الكهرباء تعود إلى منطف الثمانينات حيثما التحقت في الكهرباء وأنا في سن 16 عام تقريبا وتدركت حتى وصلت إلى ما أنا عليه في الحمد لله تخصصت في طاقة في الكهرباء في عام 97 عندما بدعت التطرق الأمور الكهرباء من صحيفة الثورة كم رسلنا في عدن كانت دائما أعمد على تغطية الأخبار الكهرباء في أكثر من مناسبة ونفس الحال في صحيفة الأيام حاولت قتل المستطاع عن أبرز مشاط الكهرباء لأنه كانت في تلك اللحظة مؤشرات تدهور قطاع الكهرباء التبدو بليا واضحة لم تقوم مسيرة شاكيب راجح الصحفية محاطة بالورود فالعمل الصحفي في بلد تتقاذفه الصراعات والحروب وتتجاذبه التيارات المؤدلجة يجعل منه بيئة تحيط بها المخاطر خصوصا عندما يلامس الصحفي بقلمه أو كار الفساد المستقبل معثم يعني المستقبل يعني الواحد ما يكون متشائم ولكن ما فيش بوادر انفراج الأزمة على القريب على القريب على اللغة التي يعني لكن الغد هو بيد الله لكن الحال يعني يصف بهذا الشكل أنه لا مستقبل على هذه الضبابية الموجودة الآن نتمنى يعني نتمنى أن يكون القو صافي وأن تكون بعد غيمة الصيف تمطر لأن الناس فعلا تعبت والجميع تعب يعني ونحن هنا من هذا المنبر يعني من قناة بلقيس يعني ندعو كل الوطنيين يعني للتفاق في حول الوطن حتى يخرج من المأزق الذي هو فيه حبة بهذا الوطن والمواطن الذي عاني الكثير يعني إلى هنا أذن الرحيل إلى اللقاء في حلقة أخرى في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر